موسيقى أنت شاب صغير معلوماتك كثيرة شاب حليوة ويمكن المستقبل أمامك لكن حابب أسألك يعني خلينا نرجع الكاميرا بالتاريخ لورا شوية نعم أنت عشت في سوريا أولا نعم كمسلم إيه المنظر تبعك خلال هاي سنين كمسلم أنت نظرتك للحياة بالحقيقة كانت الحياة مؤلفة من ثلاث أقسام بالنسبة لي عيش يصير عندي مال وأتزوج أربع نساء هذا كان الهدف لشاب عمره 14 سنة لكن بعد الأربع 14 سنة تغير منظور الحياة تغير هدف الحياة وتغيرت الاتجاهات لكن في شي دايما كنا نعيش في اللي هو خوف الله بالنسبة لي الله كان ممكن أشخاص يضحكوا لكن أنا بالنسبة لي الله كان شخص كبير بالعمر شهر أبيض وبييده نسميه بلبنان بلطة أو قدومة كل ما بتعمل خطأ ملاك اليمين يسجلوا وملاك الشمال يسجلوا ويضربني فكان هذا في لا يصير معي مصاري واتزوج نساء وابعيش مرتاح هذا كان هذا في بعيد عن الله اللي تعلمت عنه ودرست عنه من صغري لحتى صرت 14 سنة لكن بعد 14 سنة لما تلاقيت مع شخص الرب يسوع المسيح تغيرت أهدافي يعني أنت بعمر صغير تغيرت حياتك نعم كان عمري 14 سنة وتقريبا 6 شهور أو 8 شهور يا نعم نيالك مجل الرب طيب يعني كمل أنا مش عاوز أوقفك بس أنا فكرت أنك أمنت بالمسيح بعمر يعني مش بهذا المبكر لا أبدا أنا تقريبا اليوم صار لي 14 سنة مع الرب لأنه عمري 28 سنة اليوم المسيح للرب اليوم أنا خادم وقس ومتزوج وعندي عيلة المسيح للرب وأخدم بكنيسة لكن ما قبل هذا شو صار خلينا نرجع مثل ما تكلمت نرجع الكاميرا لورا نرجع بالزمن لورا أو نرجع الكاميرا لورا ولدت بعيلة مسلمة مثل أي مسلم يولد بعيلة أب وأم وأبي متزوج ثلاث نساء وكبرت بهذه العيلة سؤال مسموح في سوريا الشخص يتزوج أنا عارف بالدين مسموح لكن كحكومي يعني مسموح نعم مسموح لأن الشرع حتى في دفتر العائلة يكون عندك أربع نساء موجود أربع صفحات لأربع نساء في سوريا في سوريا من الدولة السورية لأنه الشريعة تقول هذا الشيء لا أنا عارف الشريعة لكن فكرت أن الحكومة السورية أنه لا تسمح بهذا لا هذا مسموح ومثل ما بيقول المثل العربي أزيدك من الشعر بيت جدي متزوج خمسة لا هي كسر القانون كسر القانون لأن ماتت واحدة أو طلق بغض النظر شو صار ولدت بهذه العائلة كمسلم تربيت على ديني وبلشت أتعلم ديني وتعرف نحن كعائلة أو كبيئة شرق أوسطية وكمسلمين سنة لازم نتعلم عند الكتاب أو عند شيخ الجامع تعلمت هذا الشيء بعمر صغير بلشت روح على الجامع وأتعلم تعلم أمور ديني لأنه يوجب علي من عمر الست سنين أتبلش حسناتي وسيئاتي تحسب لكن أنا بهذا العمر كان عندي تساؤلات لما نقول اللهم صلي على النبي طب أنا ما شفته أشهد أن لا إله إلا الله أنا كيف بدي أشهد عن شيء ما شفته لكن كطفل ما فيني أسأل أو أستجب عن هذا الشيء بيوم من الأيام سمعت من ابن عم اللي كان يدرس البكالوريا بمدينة دير الزور أنه شخص أرمني كافر قال المسيح قام من القبر أنا بالنسبة لي الشخص يموت يصير تراب يأكله الدود أو إذا ما كانت أعماله صالحة يطلعون له العربيدة الأسود والحياية اللي هي ما بتستقبله الأرض مثل ما بيتكلمه الثعبان الأقرع نحن نسميه العربيد اللي هو الثعبان ذكر الثعبان فبلشت أتعلم أنا أنه الميت بيموت وخالصين انتهى كل شيء لكن سمعت عن شخص قام من القبر بهاي الكلمات قال لك كنت طفل كنت عم بلعب بالأرض والوحل كوني ابن بي أريفية فسماعت هاي الكلمات لما إجت على إذني كأنه إجت خاصة لإلي فأنا اطلعت فيه قلت له هل هو الله لا يقوم من هو الله فتت سألت أمي أمي مسكينة لا تعرف لا تقرأ ولا تكتب ولا شيء بلشت اسأل أشخاص تانين لكن هذه المرحلة ما في حدا يجاوب أبدا بعد فترة من السؤولات أنا كنت منظور أنه نروح ل صير بوقت من الأوقات لأ الله درست عن شيخ يسمى عز الدين الخزنوي وأولاده بمنطقة تسمى الحسكة بسوريا فدرست هذه الدراسات درست الشريعة الإسلامية درست الفقه درست تجويد القرآن والأذان وفترة من الأوقات في مسجد بطرف الحارة أو براس الحارة من سميه أنا اللي كنت أقوم بالأذان بكل الأوقات لكن ما كان عندي الإيمان بالله لأن الله فيه بيني وبينه أكثر من حاجز أو مسافة فيه هو كبيرة بيني وبين الله فدايما أنا كنت أصلي أو كنت أعبد من لساني مثل ما بنقول بالتعبير الدارج عادة لعبادة لكن كان فيه شيء دايما بيزعجني اللي هو الغزوات اللي صارت القتل شقه أم قروفة صارت نصي لأنه تكلمت بالباطل أو بالعاطل على الرسول فكان دايما بالنسبة إلي للطفل تعلم هذه الأشياء كابوس وكنت أحلم فيها بالليل ووقت من الأوقات كنت خاف من الله أنه أنا أغلط يضربني أو يشقني بجمالين مثل ما شقه أم قروفة خصوصا أنا جاي من بيئة ريفية هذه البيئة فيها جمال وبقر وماعز وكل هذه فكنت دايما لما أشوف جمالين أبخاف جواتي بخاف وسببت بعض المشاكل النفسية بالنسبة لإلي بعمر الأربعة عشر سنة لما رجعت وكل الأمور اللي خلص خلصتها من مدرستي الإسلامية كنت أسمع صوت صوت أخني زار حنون جدا اللي نظل روح لبنان لمدة ثلاث شهور فكرت حالي أنا مريض نفسيا أو في عندي مشاكل أسهر كل الليل هذا الصوت لما نام بوسط النهار بوسط ضجة بيت الريف اللي بينطفوا البيت كل شيء أسمع الصوت واضح بإذني كنت دايما أسمع هذا الصوت ما بنام كل الليل أسمع بطلع بدور حدا وراء الشباك يمزح معي حدا على الأسطوح يوم يومين لكن مش ثلاث شهور ضبطت أموري بعمر 14 سنة ورحت على لبنان أخذت مصاري أخذت أوراق زورت أوراق بكلمة ثانية لأنه تعرف عنه بسوريا أي شخص تعطي ألف ليرة سوري بيضبط أوراقك فضبطت ورقة أنه ولي أمر أنا أقدر روح على لبنان رحت على لبنان واللي صار باللبنان هو زاد من المشاكل اللي كانت عندي ابن ضيعة ابن ريف وكل شيء محطوط بصندوق أو مكبوط وفجأة فتحت إلى الأمور بلبنان إن كانت أمور جنسية إن كانت أمور دخان أرقيلة مشروب وكل هذه الأمور وكشخص بالتين أيجر أو بالعمر المراهقة أنا بلشت أعمل هذه الملذات اللي هي بالنسبة لي هي الحرية وهذا الفرح لكن ما كان هذا الفرح أبدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر